يا اهلا بك في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل فيهرس المحتويات او محتويات الموضوع او جدول المحتويات بالشكل انت شايف قدامك ده لما كن كاتب موضوع طويل وعايز تعمل فيه فيهرس علشان ازاي يقدر يروح من وقت محددة هو عايزها هتعلم ان شاء الله نعمل الكلام ده في الفيديو تمام يعني مثلا انا كاتب موضوع طويل بالشكل ده تمام وازاير عايز يروح لنقطة معينة لو ضغط مسلا على قائمة متعددة او السليد الرئيسي بالشكل ده هيوديه على الايه على السليد الرئيسي هنا تمام لو طلع التاني وعايز يروح عند قسم الفوتر مجربة بيضة طالية يوديه عند قسم الفوتر تمام الكلام ده هنعمله ازاي الكلام ده سهل وبسيط جدا بس ركز معايا تمام هتطلب منك تلات حاجات ده الموضوع اللي هنبكت فيه واللي هنطبع عليه معايا دلوقتي مطلوب منك تلات حاجات اول حاجة تعمل رابط مخصص سابت مخصص تمام وهنعمل عنوان اي دي لكل رابط عندنا وبعد كده هنحط الرابط بتاعنا هنفهم الكلام ده كل دلوقتي تمام هدي الموضوع بتاعنا عندنا هنا قسم اسم الروابط بنضغط عليه وهننزل تحت عندي رابط سابت مخصص وهناعمل عنوان مخصص للايه للموضوع بتاعنا تمام انا بالنسبالي هحط العنوان كايرو بانك تمام بالشكل ده كايرو داش بنك اصبح عندي الرابط بالشكل ده تمام ده رابط الموضوع بعد ما نشر الموضوع اللي هيدخل على الرابط ده هيدخله على الموضوع ده تمام تاني حاجة انا بعمل فيهرس الموضوع حط اي اسم انت عايز بقى فيهرس موضوع جدول المحتويات اللي انت تسميه انا بالنسبالي سميه فيهرس الموضوع بالشكل ده واخليه عنوان فرعي تمام والوونه باللون الاحمر او اخليه ازرق علشان انا ناوي الوون العنوان الفرعية باللون الاحمر فاخلي ده ازرق تمام وبعد كده اخد العنوان الفرعية بابتاعتي واحد واحد اول عنوان فرعي عندي بنك القاهرة تمام اعود نسخي كده واحطه كنترول شيفت فيه عشان يحطه بدون تنصيق تمام لان انا لو خدته كده نسخ واحطيته لازق هنا هيحطولي زي ما هو عنوان فرعي تمام كنترول زيت هاجة عندي العنوان التاني اللي انا عايز احطه في القاملة بتاعتي فرواب عندي القاهرة رمسيس واحطه هنا تمام او كنترول شيفت في اي 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 انا تمام بالشكل ده نجي الده برضو كده كنترول شيفت فيه تمام نزيمة نصر احافظ على الترتيب علشان انظم الشغل مع نفسي تمام اطلع بطشي طبعا المقالة طويلة شوية فانا مش اطول عليك في ان انا يعني اعمل المقالة كلها قدامك تمام هجرب معك على الخمسة اللي انا عملتهم دول تمام طيب دول انا مش عايزهم بلون احمر اخليهم بلون سود عادي تمام انا دلوقتي في وضع ايه في وضع العادي وضع الانشاء العادي تمام هبدل على وضع اتش تي اميل عرض اتش تي اميل تمام وبعد كده اضغط هنا اللي هو تنصيق اتش تي اميل عشان الكلام ده يتنصق لانه كله فوقفال ببعضي كده تمام نصقه يوم اطلع فوق بقى كده طيب عشان نظم لك الدنيا هاولو المقالة دي برضو وافتحها ايه وافتحها في تاب جديد عشان تبقى مركز معي تمام ادى عندي فروع بلون بقى كده تمام داخل القاهرة اللي هي العنوان ده تمام? هحط له اي دي. ادي عندي الاتشي تو. ادي الكود بتاعها. هاجي هنا بعد الاتشي تو دي. ويكاتب اي دي. تمام? بتساوي على امتين تنصيص بالشكل ده. واكتب رقم واحد. تمام? على اساس ان ده يبقى اول واحد عندي. هو نفس الكود ده. تمام? اهو. اي دي بيساوي على امتين تنصيص. واحط ايه? اول واحد عندي. رقم واحد. تمام? طيب. بعد كده عندي تاني واحد ايه? عندي اللي هو رمسيس العباسية. هنزل تحت. عندي رمسيس العباسية. اهو ده. تمام? هاجي عندي وطة اتش تي اميل. واشوف رمسيس العباسية. ممكن نضغط كنترول اف. واكتب رمسيس او العباسية على طول عشان اعرف او يصلوا. ادي رمسيس العباسية. تمام? وزي ما اتفقنا ادي الكود بتاعهم. تمام? ادي الاتش سري. هاجي بعد الاتش سري دي كده. تمام? اللي قبل كلمة ستايل. وهكتب اي دي. اي دي. بيساوي على تنصيص واحط ايه? اتنين. تمام? او ده انا كود ده نسخة كده عشان يسهل عليها شوية. مش كل مرة اكتبه. واشوف العنوان الثالث اللي هو ايه? مدينة نصر. تمام? كنترول اف. مدينة او نصر على طول. تمام? ادي فروع مدينة نصر. هاجي احط الكود بتاع هنا كده. كنترول في. ودي ده رقم ايه? رقم ثلاثة. تمام? طيب اللي بعد كده في ايه? مصر الجديدة. جديدة. كنترول اف الجديدة. ادي الجديدة. بعد ايه انا احط الكود بتاعي واكتبه ايه? رقم اربعة. تمام? طيب بعد كده المعادي. تمام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة المعادي خمسة. كنترول اف المعادي. انتر ادي المعادي. واحط الكود بتاع هنا وارتب ايه? واكتب خمسة. تمام? تمام. طيب شكرا انا هقفل دي. ايش محتاجة? وهاجي هنا ارجع للوضع الى ايه? الانشاء قاعدة. تمام? هنا هعمل ايه بقى? هنا احط رابط. اخذ الرابط ده كده. زي ما هو. تمام? رابط الموضوع نفسه. وهاجي هنا اعمل الارتباط. ادي الارتباط. انشاء وتعديل. الانوان يقل. واحط الانوان بتاعنا وبعد كده اكتب شباك. واحد تمام? لان ده اديته ادي واحد. واخليه يفتح في نافذة جديدة لقى. اضافة السلمة نوفره لقى. تمام? مش اعلم على اي وعدة من دول. وقال له حسنا. تمام? اجي عندي اللي بعديها. واعمل الارتباط. انشاء وهدي الرابط. شباك اتنين. تمام? ده انا عملت رقم اتنين واعمل حفظ. التالت. تمام? شباك تلاتة. شباك اربعة. تمام? شباك خمسة. تمام? طيب تعال نعمل نشر الموضوع كده. الموضوع نفسها ما كاملتوش بس مش مشكلة هعمل نشر قدامك كده عشان ايه? اعمل اختبار للشوال اللي انا عملته. تمام? نعمل نشر. ونعمل عرض للموضوع. تمام? ادي الموضوع بتاعي. وادي فيرس المحتويات. لو ضغطت على مدينة نصر مسلا. ودهني عندي فرور مدينة نصر اه. تمام? طيب اطلع تاني. عايز الرمسيسو الكاهرة. الرمسيسو العباسية. وداني عندي رمسيسو العباسية. المعادي. وداني عند فراء المعادي او فروع المعادي تمام? بالشكل ده. بتكمل بقى الموضوع بتاعك انا بما ان الموضوع بتاعت ويل شوية تقريبا في الفين كلمة. فعشان كده عملت له فرس محتويات. انما لو الموضوع بتاعت صغير ما فيش داعي خالص ان انت تعمل فرس محتويات. فرس المحتويات ده بنعمله في المواضيع الكبيرة اوي. علشان يسهل على الزائر ان هو يوصل لنقطة محددة او عنوان محدد. لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا واخيرا تقبلوا تحياتي. كان معكم احمد غضب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة